حياة متعطلة وحدود مغلقة وخسائر اقتصادية غير معهودة وعزل مدن بأكملها في أغلب دول العالم والسبب وباء القرن الجديد فيروس كورونا الذي أصاب أكثر من ربع مليون شخص حول العالم وحصد حياة أكثر من عشرة آلاف حتى الآن ويواصل تفشيه أكثر فأكثر فتضيق الطرق والمساحات على الحكومات والمواطنين على حد سواء أوروبا بؤرة الفيروس الجديدة هي القارة الأكثر تضررا حتى الآن بحسب منظمة الصحة العالمية حيث أصيب فيها أكثر من مائة ألف شخص ففي إيطاليا فقط تجاوز عدد الإصابات حاجز الواحد والأربعين ألف حالة وتخطى عدد الوفيات فيها الصين على الرغم من اتخاذ إجراءات وقائية شلت جميع سبل الحياة فيها حيث أجبرت السلطات ملايين الأشخاص على البقاء داخل منازلهم للحد من انتشار الفيروس الذي يفلت من لجامه في دول أوروبية عديدة أما الوضع في الولايات المتحدة التي تجاوزت الإصابات فيها حاجز الأربعة عشر ألف حالة ليس أفضل بكثير من أوروبا حيث أجبر الوباء حاكم كاليفورنيا على فرض حجر على الولايات بأكملها وعلى سكانها البالغ عددهم أربعين مليون نسمة بالتزامن مع مواصلة تسجيل أكبر عدد من الوفيات في العاصمة واشنطن وتدفق الأنباء عن إصابات في وزارتها الخارجية والدفاع واقتراب الخطري من البيت الأبيض ومن بين نحو عشرين دولة تجاوز فيها عدد الإصابات بكورونا ألف حالة توجد إيران في الوضع الأسوأ فهي الأقل تقدما من الناحية الطبية وظهر ضعفها جاليا أخيرا بعد أن أقرت وزارة الصحة بأن البلاد تشهد كل ساعة وفات ستة أشخاص وإصابة نحو خمسين آخرين بالفيروس أما الصين مهد الوباء الأساسي قد تكون قبره وفق الأرقام الرسمية المعلنة حيث أعلنت السلطات عن تعافي مدينة ووهان وشفاء نحو ثمانية وثمانين بالمئة من مجمل المصابين بفيروس كورونا فضلا عن عدم تسجيل أي إصابات محلية جديدة لمدة تجاوزت الثماني وأربعين ساعة وفي ظل ترقب العالم الذي يقف على ساق واحدة بانتظار اكتشاف حل يوقف نزيفه البشري والاقتصادي تشهد بعض الدول سباقا محموما لاكتشاف لقاح للفيروس يرجح أن يكون جاهزا خلال مدة تتراوح ما بين أشهر قليلة إلى عام ونصف العام